اطار تخفيف من اثار كوفيد 19 النساء اقتصاديا واجتماعيا النهوض بالجانب الاقتصادي والاستقلال المالي للمرأة تتحج جمعية شروق بنقرير مشروع تكوين نساء والفتيات في مجال الخياطة التقليدية والعصرية وذلك بدعم من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عطية اليوم انطلاقة المشروع مؤذرة اثنين من طرف سيدة ممتلة الوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مديرة انعاش الاقتصاد هذا المشروع هذا الذي تدخل في اطار النهوض بالوضعية اقتصادية من النساء وخاصة النساء في وضعية هشة كان هذا المشروع هذا نحن في جمعية شروق السفل هنا من النسخة الاولى المؤذرة الاولى اللي كانت من خلالات المعدات المطبخ والمعدات اللي تكون بها تكوين الحيرة في النساء في مجال في ميدان الطبخ هذه النسخة فيها دعم النساء فضعية هشة في مجال الفصلاء والخياطة والتدبير الحيرفي الفئة المستهدفة سيكون فئة 50 شخص بينهم كذلك رجال يستفيدون بصفة مباشرة وغير مستفيدون بصفة غير مباشرة تسلم جمعية شروق لمجموعة من أهلات الخياطة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيكون من شأنه تعزيز المكانة المهمة التي بات يلعبها مركز شروق المتعدد للوظائف مما سيفتح المجال أمام المستفيدات من أجل ولوج سوق الشغل جئت كانت تعلم كان بغي نستافد كان خدموا جليل بات كسيوات كان نديروا هذا المنتوج باش نبيعوهم باش ندوروا الحركة شوية نشكر جمعية شروق اللي اعطتنا هذه الفرصة باش نديروا هالتكوين إن شاء الله هذا وتراهن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال برنامج مؤازرة اثنين على دعم الجمعيات والتعاونيات التي تستهدي في مساعدة الفئات الهشة من النساء والفتيات والشباب على تحسين الدخل وتحقيق الاستقلال المالي باردعم دع المؤازرة كين برامج كثير اللي ديرها الوزارة برامج دعا المواكب دعا التعاونيات ودعا القيطة بالتقليدية برامج ما نقدرو سنتحدثوا لهذا باق غير هذا المشروع كين مكان هضروع لي اللي حضرين فيه ومشروع دعا المؤازرة النسخة الثانية هذا اللي كيهتموا كيساعد الجمعيات اللي كيهتموا بمواكب دعا النساء ودعا الشباب اللي بغين يدرون مشاريع دعاهم وما عارفينش كيفاش يديرون هذا يعطيه برامج سنوية وكي إن شاء الله رد بها للوزارة خدمة على مشروع المؤازرة نسخة ثالثة وكي موجه لهذه التكتولات للجمعيات والتعاونيات لكي يديروا مشاريع مدرية للدخل للفائدة المنخارطة